السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا باراجراف على سامر عبدالفتاح سيرة ذاتية لسامر عبدالفتاح سامر عبدالفتاح كانت مهتمة بالفضاء كطفلة صغيرة كانت عايزة تبقى رائدة فضاء بعد دراساتها زهبت إلى جامعة القاهرة عشان تدرس هندسة الفضاء بينما كانت سامر في الجامعة في شركة فضاء تكنولوجية قامت بعقد مسابقة كانوا لازم يصمموا في المسابقة دي وهو عبارة عن وسيلة مواصلات سريعة جدا وجديدة يعني بتمشي فوق الأرض سامر قررت أن تدخل المسابقة وطلبت من الطلبة وطلبت من الطلبة اللي بدرسوا هندسة من المسابقة لتدخل المسابقة من هما ينضموا الفريقها فريقها كانت فقط من أفريكا فريقها كان هو الوحيد من قرد أفريكا كما كانت عملوا بجد وكانت أفريكا وفازوا بالمسابقة الآن هي مهندسة فضاء شكرا لحضركم